النهاردة الجيش الليبي ضرب سفينة تركية محملة بيئة الأسلحة في ميناء طرابلس كان رصد المعلومات بهذه السفينة التي أبحرت من أحد المواني التركية إلى ميناء طرابلس الليبي لنقل هذه الأسلحة إلى الميليشيا الإرهابية المتواجدة في طرابلس الجيش الليبي قام بتوجيه ضربة لهذه السفينة زي ما حاكم بتشوفوا ده طبعا أصار ضرب السفينة التركية المحملة بيئة الأسلحة والزخيرة داخل ميناء طرابلس والجيش الليبي قال أنه الوحدات القوات المسلحة بتحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم ولكن حدثت خروقات متكررة وإطلاق نار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة فايز السراج وزمرته وقالت أيضا أن القوات المسلحة أعطت الأوامر لتوجيه ضربة عسكرية بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر جماعات الإرهابية المتحلفة مع تنظيم داعش تنظيمي داعش والقاعدة وأكدوا أن الجيش الوطني الليبي بيدعو العناصر المضوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد عليه في مؤتمر برلين أمام العالم وذلك لأن رد القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهيين والبسيط طبعا النهاردة غسان سلام المعبوث الأمم إلى ليبيا قال أنه حدث منذ مؤتمر برلين يعني نتكلم في حوالي 3 أسابيع تقريبا أو حدث 150 اختراقا لقرار مؤتمر برلين أو قرارات مؤتمر برلين مجلس الأمن الأسبوع لفاتخة قرار أيضا ولكن تركيا مصر على نقل ودعم الإرهابيين ونقل الإرهابيين ونقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية وفايز السراج وبالتالي كان هذا هو رد الجيش الوطني الليبي على السفينة التركية التي كانت تنقل أسلحة وزخيرة الاتحاد الأوروبي كان عامل امبارح أيضا اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد وخسي بوريل المنصق لها على السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كان لي تصرحات حوالين الإجراءات اللي تحد الأوروبي أخذها لمنع تدفق الإرهابيين والسلاح إلى ليبيا هيقوموا بتنظيم مراقبة برية وبحرية وجوية لشواطئ ليبيا لمنع نقل الأسلحة من جانب تركيا إلى الأراضي اشتركوا في القناة